موسيقى يتوقع مراقبون أن تتجه نسبة كبيرة من العمالة الصينية في قطاع البناء إلى البحث عن مورد آخر للرزق إثر تضرر القطاع التشهدي من طباط النشاط الاقتصادي بالبلاد الأمر الذي يهدد هذه العمالة بالبطالة لومينغ الخبيل الاقتصادي بجامعة جياو تونغ يعاني القطاع الخدمي بالمدن الصينية الكبرى من نقص شديد في العمالة ويأتي العجز في مهن مثل المربيات والمساعدين في المستشفيات والنوادل لذا يمكننا أن نتوقع على المدى القصير اتجاه بعض العاملين إلى تغيير حرفهم ويعتبر تراجع المشاط في قطاع البناء أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الصينية لدفع الاقتصاد قدوما وتنتشر في المدن الصينية كثير من مواقع التشهيد التي أصبحت مهجورة الآن لكن ذلك لم يتسبب في حدوث أزمة بطالة كبيرة كالتي عانت منها الصين خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 ويناضر عاملون في قطاع البناء للحصول على أجورهم المتأخرة لدى شركات البناء موضحين أنهم مضطرين للبحث عن عمل آخر لإطعام أنفسهم وتراقب بكين وضع العمالة في قطاع البناء من قرب خشية حدوث اضطرابات اجتماعية وتعكف الحكومة الصينية حاليا على خطط إصلاح تهدف إلى اعتماد الاقتصاد على الاستهلاك أكثر من الاستثمارات في البنية التحتية أو الصدرات عموما وساعد ذلك في جعل سوق العمل مستقرة نسبيا فيما يواجه النمو الاقتصادي أدنى مستويته منذ ستة أعوام محمد القبالي رايترس